ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ قاعدوا ورا ترابيزة اجتماعات مش كده منظر غريب انا مش بتعود عليه بدور على فيش اي حاجة للرجلين اجربها طيب اللي فيكو يعرف انا عامل كل حاجة في القناة من اول يوم يعني حتى كمان اللوجو واللوك بتاع القناة فانا قررت بعد ثلاث سنين قديلها فيسليفت بالزبط مش هو الفيسليفت بتعمل كده برضو او بيسموه ايه؟ نيولوك نيولوك طيب اللوجو بتاع القناة انا نقيته ازاي؟ يعني مفيش ابسط من كده انا كنت حابب اعمل اللوجو اسود طبعا بس قالك بلاش الاسود لما عملت بتاعتي على جوجل قالك اسود لا لا مش حيبان فانا ايه تاني لون بحبه؟ عويل هو الازرق ويا دوب جبت جنب بتاع عربية كده كوبي ويا كارز باي ماجد وشكرا نفيش اي مجهودة عمل في الموضوع فانا قررت ان انا اغير اللوج بتاع القناة والروح لمين بقى؟ لصديقي وحبيبي من زمان وشكي سابقا ضياء قاعد هنا ورا المكتب استاذ مهم جدا هاي ضياء والميزانية عندي من جنين لبتاني يعني مفيش اي مشاكل هنحط لوكو هنشو شكله هيطلع ايه؟ تعالوا نشوف هيحصل ايه في الموضوع؟ يلا بينا الفيديو اللي عملته على العربية اعدت تصور فيها اسبوع عند اختي كنت بعيط بس هنا عشان دماغي جزمة يعني انا قلت انا هعمل القناة خلاص كوميتد فتحطيت على القطر تحطيت على القطر اعدت تصور فيها اسبوع بالدموع ما كانش حار ايه ايه حطيتك جايب عربية ليه غالية كده قوي دي الفة ومرا واحد في كمين وقفني في كمين بيقول لي ليه وحطيتك دافع فيها بيقول لي بكام بقى داعا يحور معايا ودافع فيها كل ده ما كنتش جبتش مرشيدس ليه ما هي كمان عربيتي ممكن تقولي عليها ما يبانش عليها سليبر يعني هلها مش بين ايه فيها اربع فتحات شاكمان بس هم مش فاهمين هي الفة يعني ما هي بعادية يعني اين مش كده بس هي مش عادية لا يعني هي مش عادية هي عربية طايشة اللي يجبها لازم يبقى شوية هربانة منه ايو هي اسرع عربية حوالين حلبة النيرب الرنج باربع ببان يعني هي بتقفل تكسر تلتمية وحاجات كده يعني سوبر كار بس باربع بدا مش مهم فانا ابتديت كده وجاء وراي حد تاني جاب لي عربية وجاء عربية وجرت على كده المهم مش هدفي ان انا اتكلم على شخصي انا هدفي ان انا انقل للناس احساسي بالعربية بجد ويبقى فيه اكسايتمنت يبقى فيه حاجة مصيرة فانا بدور على حاجة انا عايز اتفرج عليها يعني انا عايز اتفرج على حاجة فيها اصارة عايز حاجة فيها شوية وعايز في الاخر وفي الاول في الاخر انها هتبقى بيتدي انطباعك الحقيقي عن العربية بدون شخصانتي يعني بدون ما انا ابقى المركز الاحدى اه لا مهمنيش العربية بالنسبة لي هي الهيرو يعني وبيبان علي انا اه اه افضيحة انا افضيحة يعني فيه ناس جابتلي عربية وفيه ناس قلتلي لا معليش ممكن هاركتشيل الفيديو حصلت كتير يعني دي لسه حصلة وفيه منهم ممكن اخدوا بالهم على القناة بجد حصلت قال لي حضرتك بص انا باشتغل في العربيات وحضرتك كده ضرتني حاضر احترامت رغباته طبعا وشلت الفيديو يعني معاني بازلت مجهود فيه وانا اللي بقى ادت وكله فعايزين حاجة اه 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 نعيدها تاني بقى عايز ابص عاللوجو احس بالاسفلت واسرعة واسارة واسرعة كل ده هتطلعو في اللوجو ازاي حضرتك انا لسه عامل ريفيو اللي عملت ريفيو لطيارة وطرنا انها مش كارز اني مور لا 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 دي كانت اكسابش انت عارف حبي للطيران ده بقى اللي هو اللاسعة الاكبر اللاسعة الكبيرة ده اللاسعة الكبيرة لا يا كارز او viكل ساعتك موتيكليات ٢ سكوتيرز انت عارف انا ليا فيهم كلهم عملت اه عجل كهربا اي حاجة بتتحرك على عجل احنا اوكي ماشا 간اتة ان احنا عاش اه حاجة بتتحرك مع اه بس لاز من يكون فيها الا اه الاسودة Lu비 لازم يحسوا عايزهم يسمعوا الصوت الشاكماء وتبقى وقعية في مصر طبعا يعني وعايزين وعايزين اواقعية لان احنا في مصر فعايزين ما طباط وخناق عالكبري عايزين تحبيش كده يعني عشرات السنين ومش فهمهم لا لا عايزين حاجة يعني الحتة الحلوة ايه الاحساس الحلوة في العربية عشان بس نتكلم يعني العربية بتديلك مش كل الناس بس العربية بتديلك نوع من الحرية زي ما بالزابط طلعت سوية عربيتك على طريق مفتوح من برق قاهرة طريق سفر ويوجي اللي بيحصل ايه بعد فترة وانتي ساعة الطريق مخك بيصفى بس اتناقضية طبعا ده 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 لا بس حيصفى بس بعد ثلاث ساعات يعني دي لوقت اكتر بس يعني العربيات ليها علاقة بالاحساس بالحرية والانبساط وانها ساعات كمان العربيات بتبقى شكلها حلو ممكن تبقى زي عمل فني يعني it's work on wheels يعني work of art on wheels عايزين كل ده بقى يخش في السيستم بس كده بتاعك اسمها ايه؟ بتاعك اسمها ده الكامت دي الشرشوبة انا بتاع كفتة وزجوء اصلا دي الشرشوبة بتاع تنيني هكذا يا ايه مانزلت كده مش كويس كده اسكلمين لا 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 طيب لا إحنا انتعي لازم اعمل بودكاست اه بجب اه بجب والله ايه باع ايه باقي نا موضوع تاني بس داخلي هكال فيه بعدين ممكن نعمله برضو اا اا عندنا البراندنج بتاع اهم بس ده اصعب تاني طيب 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 وانت مين وعملت ايه و ايه اللي بتحبه في العربية فهنخلق طبعا قصة وراء البراند فانت الوقت هتتحول من ان انت زي ما انت بتقول ان it's not about you it's about the brand هدلوقتي البراند هو يعني انت كبراند انت بتتكلم او cars by magic ده هيبقى براند وبالتالي يجب يتعمل له بيشتغلني عشان يدفعني كتير بس وطيرتينه حبل افكار مصير لا لا بجد وحننشتغل على الستوري دي وبعد كده هنخلي كل ديزاينر يشتغل على ترجمة بقى للبريف اللي هيتطلع من عندنا وبالتالي كل واحد فيهم هيتطلع بفكرة مختلفة اي تنك الازل حاجة بقى ان احنا وانس نحنطلعنا بافكار كتيرة نخلي الناس تديك فيد بقى فعلا احنا هنشارككم التجربة كلها والاخير هننفذي هنشارككم التجربة كلها احنا هنوريكم كل الافكار واللي يعجبكم مش هنختار قصلي هنختاره طبعا لا لا اكيد هنعمل بتاع بول وممكن في الاخر نشوف مين يعني يعجبه ايه ونشوف توجهات بجد الفكرة كلها القناة اصلا يعني لعربياتكم وللعربيات واللي محبوا العربيات فمفيش مديقة يعني بس بطيطلع بافكار كويسة للأسف فلازم حطرها تفعلوا شكلي كده شاكة وفي نفس الوقت مش مبتزلة اللي هو عمق عمق يعني يعني صوت عربية جاي من بعيد ايها حطر بقى شاكة وكذب اقول لكم بقى طب معاليش اقول حاجة لو حتستا لو حتستعملوا صوت عربيات عايزين عربيع فيتن شوفوا اسمها العربيات اللي فيها العشر استوانات ديهم صوت مميز قوي بقى احلاس وزي ما شفتو كان اجتماعا لذيز جدا وحنشوف حاجة مفروض بعد العيد ونشوف الشكل هيتلع عامل ايه وحشارككم كل حاجة عشان بتشاركوني في كل القرارات كمان نعرض عليكم كل الاخترات وتشوفوا انتو ايه اللي يعجبكم بس كده سلام اشتركوا في القناة